أنا عندي فلسفة في السياسة تقول هي مقاربة الشخصية وسأكتبها طبعا كنظرية سياسية أن كل ما يجري في الساحة السياسية الاقتصادية الاجتماعية تختصره ثنائية فائد قوة وقيمة مضافة فائد القوة هو ما تملكه من أدوات مال سلاح رجال قدرة سكانية اقتصادية عسكرية والقيمة المضافة هي ما تمثله أنت من قيم تقنع الآخرين بأنك شيء جيد إن كان سلعة فهي سلعة مفيدة وإن كان فكرة فهي فكرة جذابة وإن كان دولة فهي دولة صاحبة مبادئ وقيم يعني هاي القيمة المضافة أديش بتقدر تقنع مدى من الناس طيب إذا أخذنا بمعيار فائد القوة والقيمة المضافة كمان بدنا نقارن أمريكا بروسيا بالصين روسيا والصين تدافعان عن فكرة مقنعة لعدد كبير من دول العالم اللي هي أن حق الدول أن تبني خياراتها حسب هويتها الدينية الثقافية الأيديولوجية فالصين بتطلع شيوعية على كونفوشية روسيا بتطلع أرتولوكسية على قيصرية إيران إمبراطورية على إسلامية سوريا بعثية عروبية يعني على علمانية وهكذا وأن التلاقي بين دول الدفاع عن حق الاستقلال والخصوصية هو اللي شكل هذا الحلف المناوئ للهيمنة الأمريكية دون أن يمنح أحد من أطرافه حق التدخل بهوية الآخر ومساءلته عليها وما في نموذج عالمي قابل للتصدير في نماذج تعبر عن هويات الدول عن شجرات زيتونية مش عن سيارة الليكسوس وبالتالي هاي قيمة مضافة وهي القيمة المضافة ترجمتها روسيا بتعاملها مثلا مع سوريا ترجمتها الصين بحركتها التنموية في أفريقيا وهكذا أمريكا قدمت قيم مضافة كانت هي مع حقوق الشعوب في تقرير المصير سقطت في الامتحان الفلسطيني وأبنه سقطت في امتحان جنوب أفريقيا دعم الدولة العنصرية نظام التمييز العنصري هنا فانهارت ما بقى تقدر تبيعها راح تتقدم حقوق الإنسان ما مهم الشعار الإعلامي لمهم إقناع البشرية غالبية نسبية من البشرية بصحتها هذه الغالبية النسبية من البشرية لم تعد مقتنعة بدليل لما بتروح أمريكا بتحمل فيتو على وقف إطلاق النار مثلا بغزة ودول أوروبا نفسها بتكون موافقة يعني معناتها حلفاءها الاستراتيجيين بالسياسة مش قادرين يتحملوا فضاضت نفاقها تجاه المبادئ والقيم المدعات فلا بقى ديمقراطية وهي تدعم أنظمة ديكتاتورية مكافحة إرهاب وهي تتحالف مع الإرهاب سقطت القيم المضافة لدرجة راحة مفكروها يفبركون قيمة مضافة جديدة اسم الحرية المطلقة والتي تتجلب الدفاع عن المثلية وعن حق اختيار الهوية وأنك تعمل كلب إذا بدك وتعمل مدرشوه ولكن فشلت حملة التسويق لأنها اصطدمت بالثقافات والتقاليد والأديان والمعايير الأخلاقية للبشرية فهي مفهوم القيمة المضافة إسرائيل كانت تتبيع قيمة مضافة كانت تتبيع أنه نحن ضحايا المحرقة كانت تتبيع أنه عدونا هو عدو الإسلامية كانت تتبيع أنه نحن دولة الديمقراطية والمدنية في شرق التوحش والتخلف الذي جرى بعض طفان الأقصى ومجازر غزة وحرب الإبادة أنه بقلب العرين الرأي العام الذي كانت إسرائيل غرست فيه هذه النظرة نحوها خسرت الجامعات الشوارع الإضرابات المظاهرات وصولا إلى المحكمة الدولية التي هي أهم تعبير عن هذا وبالتالي فإذا هذا التحول الذي جرى في نظرة لإسرائيل والذي أفقدها قيمها المضافة فضحها عراها ما باء عنده قيمة مضافة طيب فائد القوة في غزة إدري يغير فائد القوة ينهي المقاومة لا يطلع الأسرة لا يجبر الناس على التهجير لا فإذا فائد القوة بلبنان إدري يغير فائد القوة يجبر المقاومة على الاستسلام ينتصر عليها يفوت على الليطاني لا دمر قتل لكن التدمير والقتل دفع الرأي العام لينقلب على المقاومة لا فإذا هي استنفدت القدرة على استثمار فائد القوة وفقدت قيمها المضافة هي وأمريكا أصابهم ذات الشيء أمريكا ليش انسحبت من أفغانستان إعلانوا الانسحاب من أفغانستان هو إعلان إفلاس فائد القوة الأمريكي في إنجاز تحول سياسي بتقدر تدمر عشر دول دفع واحدة بس ما بتقدر تبني نظام سياسي تابع لإلها بعد أن تدمر هذا بالعراق وهذا بأفغانستان ولذلك هي أخرجت القوة المسلحة من دائرة أنها أدات لصناع السياسة يعني فائد القوة وراحت على الحروب الناعمة وبالحروب الناعمة فشلت فشلا دريعا لأنه كل هذه الربيع العربي اللي بيحكوا عنه كان واقف على الانتصار في سوريا في حدا بعت لي فيديو للواء الدويري مهم يعني ذيئتين هو بيحكي فيه أنه ما يخده سنة وشيعة وما يخده هذا ليقول أنه المعركة على سوريا هي اللي كانت بتأرر أي من المحورين ينتصر هو أصده محور أمريكا وإسرائيل بالمنطقة ومحور المقاومة هلا بيسميه سنة وشيعي ماشي الحال بس أنه الحماس ما بعتقد شيعيه على كل حال وانتصرت سوريا وباركت حماس انتصارها واللي ماشي بسدق يروح يسمع كلام السنواج اللي بيقول أنه دعم سوريا كان أساسيا في قوة المقاومة على أي حال فإذن القيمة المضافة وفائد القوة موجودان هنا فائد قوة واضح لدى قوة المقاومة واضح لدى الصين القوة الاقتصادية لدى الصين القوة العسكرية لدى روسيا القوة الشعبية المقاتلة المضحية لدى قوة المقاومة ما فيه المنافس من العالم بها ثلاثة لا أحد أدري نافس روسيا عسكريا ولا أحد أدري نافس الصين اقتصاديا ولا أحد أدري نافس قوة المقاومة بالقدرة على القتال الميداني والبشري ونوعية الاستعداد للتضحية طيب بالقيمة المضافة الكرامة العزة الاستقلال أد ما بدك عد قيم مضافة بهذا المعنى إذن أنا أقول يقيني بالنصر مبني على هذه القراءة الفلسفية الدراسة السياسية التاريخية الجغرافية لأقول قطعا قطعا يقينا مهما تعرجت الأمور هذا المحور الهابط وهذا المحور الصاعد سيلتقيان في معركة يربحها المحور الصاعد وهذه واحدة منها بل لعل هذه هي أهمها ترجمة نانسي قنقر